بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله العقبر أو صمغ النحل تستخدمه النحل بطريقتين الأولى في تثبيت خلية النحل ودعمها وإغلاق الثقوب والفوهات التي فيها ثانيا كمادة حامية لخلية النحل تقف سدا منيعة ضد دخول تلك الجراسيم والفطريات إلى الخلية كما يستعمل النحل هذا العقبر لتضيق مداخل خلاياه في فصل الشتاء والحماية من البرد وكذلك في لسق الإطارات الخشبية الخاصة بخلية النحل وفي تثبيت الأقراص الشمعية في سقوف جحوره التي يسكنها في الجبال أو في الأشجار ويستخدمه النحل أيضا في تحنيط الحشرات والكائنات التي تغزو خلاياه مثل الفئران والوزخ والدبابير وغيرها بعد أن يقتلها وبوخزه بآلة اللسع فيوطيها بطبقة من العقبر ليمنعها من التحلل ثم بطبقة من الشمع الذي يفرزه حتى لا تفسد هذه الكائنات جو الخلية كما تحمل بيض الذي تضعه الملكة وذلك باطلاء جدران مكان وضع البيض ومواليدها في أطوار النمو والتحول من مسببات الأمراض كالجراسيم والفطريات حبايبنا ننتظر رأيكم بتعليقكم على هذا الموضوع للإثثار والمقترحات وأي سؤال يمكن وضعه في تعليق أسفل فيديو وسنجيب عليه إن شاء الله نشكركم جميعا مشتركين وزوار على تفاعلكم ومثلتكم بنا من راحب زوارنا الجدد اللي عم يشوفونا أول مرة إن أعجبتكم القناة وبتحبوا تتابعونا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وكما عودناكم دائما بالجديد والمفيد بإذن الله دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته